سلام الدكتور الخضر ناصر لسوى الرئيس جامعة عدن أوائل الطلاب من الكليات الطبية شهادات التخرج للعام الدراسي 2021-2022 وذلك بحضور الدكتور محمد العطاس نائب رئيس الجامعة ودكتور رضوان عقيل عقيل مسجل عام الجامعة وعمداء الكليات الطبية وخلال تسليم الشهادات أكد رئيس جامعة عدن أن الجامعة تضع في مقدمة أعمالها تطوير العملية التعليمية وسقل مهارات خريجيها من الطلاب المتميزين ويجب على كافة الطلاب تطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات المستقبلية وتحسين الأداء من جانبه أوضح المسجل العام أن الجامعة عدشان التوقيع وتسليم شهادات أوائل الطلاب الخريجين من كليات الطب بعدد 134 شهادة طب البشري و110 شهادات طب الأسنان و40 شهادة صيدلة منوها أن باقي الطلاب الذين استوفوا كافة الإجراءات سوف يتم تسليمهم شهاداتهم الأسبوع القادم بمبنى نيابة شؤون الطلاب